ايه اللي بيحصل? العقرب عايز الفترة دي عايز قوة. محتى قوت انتصار. حاسس ان هو اه ما تفهمش في امتحان في حاجة عايز قوة علشان يكسب معركة الماء. بس المعركة دي مش مع الشريك. نو. نفسه في ايه? آآ نفسه في عودة صديق او حد قديم يعرفه لان هو متوقع مساعدة منه. ان هو ده اللي ممكن يساعده في الموقف اللي هو هيدا. هو بس. هو محتاج مساعدة الشخص ده. شايف شريكو ازاي? الصحة الفرح الاحتفال النجاح الحب الشمس يعني كل حاجة اعلى طاقة اكبر طاقة يعني حب حب جميل الصراحة. الطاقة بقى ما بدكم فيها ايه? ايه 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 رزق من عند ربنا. حاجة يعني طاقة برضو حلوة جدا. طاقة خير طاقة حب. آآ يعني طاقة صراحة حلوة ايه. الشريك عايز ايه? الشريك برضو شكله منهك تعبان من حاجات معينة برضو خارج العلاقة. موضح انها خارج العلاقة. آآ ومحتاج آآ محتاج التحفيز. محتاج يتحفز. لان الكرت ده بيقول ان هو ممكن يقدر يعمل اكتر. بس محتاج التحفيز. نفس الحالة المادية بتاعته تتحسن. ده هو ده اللي شغل تكتيره دلوقتي. شايفك ازاي? شايفك عندك آآ موسقل بالمشاكل وموسقل بالآآ بالعقبات. آآ كويس ان هو شايف ده يا ربي يكون مقداره يعني. اتمنى يكون مقداره. في حالة دفاع عن النفس الفترة دي فوضح ان في حد في حرب او انتو الاتنين في حرب يا عقرب. في حالة دفاع عن النفس او حالة آآ آآ منافسة جديدة. لكن مشاعر حلوة برضو مولود جديد. ده برضو بيجي. الناس من الجوزين ممكن يكون مولود جديد. وممكن يكون مشاعر هتقوى اكتر. وحالة مادية ان شاء الله هتتحسن عليكم انتو الاتنين. طيب وضح ان كل العصيان اللي انا شايفها دي كلها من بره. كلها من بره. كل انتو محتاجين انتو تساندوا بعض. يمكن يكون الشخص اللي محتاج يتساند دي عقرب. اللي محتاجه يسندك هو شريكك. وآآ اعتقد ان هو فاهم. هو شايف متعبك. شايفها. هو شايفك كده. مش قادر تشيل مشاكلك من على الارض. فان شاء الله هيساعدك وحيمد ايد المساعدة لك. الطاقة ازاي ما قلت لكم. الطاقة طحفة. طاقة ابداع بتبداعه. ازاي تسعدوا بعض وازاي تكونوا مع بعض بشكل احسن. القرية برضو حلو قوي. مثل الحالة العطفية للمجموعة التانية. عادي جدا يا سهام. ممكن جدا. بإذن الله يا علف. فعلا كويس يا منادي. حاضر يا سيف. ندحكة دي مفهومة طبعلا. مفهومة مش كده. يالي. ايه ازا ممكن ابو يقوت. ايه سؤالك? انت مديني تاريخ. اعمل ايه? ده الودقال يا بسو. موجود في الصفحة حاببتي. ازاي خالص وكتاب جادي. بس باها بطريقة تانية. حاببتي يا مارو مرسي. انت العسلية بالضاهي. العرب هيكسب قضية ولا لأ? ايوة اللي بتسأل السؤال ده. انا شفت انتصار. شفت تهنقة وشفت حاجات حلوة جدا. ان شاء الله هيكسب. نسمع كلام حلو بقى. ان شاء الله يا دينا. انت التالتة. مجموعة التالتة. حالة حاببتي. مجدا خلينا نسأل this kind of questions for one card draw at the end of the reading. العفو يا ريهام على ايه حاببتي. ناخد المجموعة التالتة والاخيرة بورج العقرب. بتبتدي من عشرة لحد واحد وعشرين. لحد عشرين يناير. من عشرة لعشرين يناير. بإذن الله يا شمس. ان شاء الله ربنا يبشركم بالخير كله يا رب. انا بورج الجادي بس بحب اتفرج عليكي. مرسي يا حابب. اه طبعا خلاص. الاسم عندي مش بينت ولد ولا بنت. حابب لولي. افتكنتي بالنوتا. انا عرفتك خلاص من اللايب اللي فاتت. اوكي. مرسي يا مجودة. المجموعة الثالثة. والاخيرة بورج العقرب. الحالة العطفاء. قصدي الحالة العامة. الحالة العامة. امه ايه كل الكون دي. طيب بص يا عقرب ومش عايزك تخافه لانا يعني هيقولك حكا وهفرحك بعضها على طول. في خسارة هنا. اوه يا حبازة تكون خسارة المادية علشان في حاجة حلوة جاية بعدها. اه الهم طبعا والزعل بتاع الخسارة. يعني متاخدش وقتك في موضوع الزعل ده. عشان ان شاء الله في تطور مادي حلو جدا جاي لك. حالة امان وسيكوريتي من الناحية المادية وحالة تطور كويس جدا. وخده دي كمان بقى. كمان. الاتنين تطور مادي اكتر. وبيوصفك انت شخص كريم وانت فعلا كريم جدا يعرف. اه وحتساعد ناس حواليك. والدنيا عندك كويسة قوي قوي. كبرياء وعزة نفس وحساس. انا بقى زود بقى كانت حساس. حساس جدا. وعندك اه ثقة طبعا في نفسك. يعني يارب تكون في محلها بس. بس انت عندك ثقة نفسك وجامدة جدا فعلا. وتطلع للامام وحاجة حلوة قوي قوي. اه هتحتار قبل لما الحالة المادية تتحسن. ما تحيرش نفسك كتير. ان شاء الله الدنيا هتظبط وحالة المادية هتتحسن. الخسارة دي هتبقى عوضها ازاي. هتبقى بس كده عوضها ازاي. ان شاء الله هتكون حاجة بسيطة وهتتعوض بسرعة يعني فوق ممكن تتخيل. ان شاء الله. فيه هنا ارتباط. فيه لو انتو اتنين لسه في مرحلة تعارف ان شاء الله هيحصر قطوبة او اتفاق على حاجة نحو المستقبل. اه اللي لو اللي متجاوزين ومرتبطين قرية دي برضو بيتفقوا على حاجة نحو المستقبل. بيرتبوا المستقبل من. نسافر ما نسافرش وشكل فيه سفر. اه سفر تغيير مكان تغيير بيت بتعملوا حاجة شغالين على حاجة. الحالة العطفية او انا شايف عندي كوبايات فالحالة عطفية عندك انت حاسس برضا يا عقرب مبسوط مش متضايق الحمدلله. وتقول الحمدلله حاجة حلوة جدا جدا. الكارت ده بيطاعلك دايما يعقرب وبيبدل يتكرر. الكارت ده بيدل على انك انت بتتحمس قوي في البدايات. في بداية اي شيء جديد متحمس جدا وبعد كده بتفقت حماسك. تزهل. لا معلش حاول تكمل الحاجة اللي انت بتبتديها. وخلي بالك برضو من الناس اللي جنبك اللي بينصحوك. ناس قراجين منك جدا وبينصحوك نصايح مش مفيدة. ده كمان بيقولك انت مركز في حاجة ومتجاهل حاجة تانية اهم. بغض النظر طبع عن الحيرة هو كمان بيشير للحيرة. بس كمان انا كمان بقى بيوحيلي ان هو بيوحي بالدستركشن. ان انت you're distracted. مش مركز بالحاجة المهمة. وبصص على حاجة صغيرة جدا عمال بازل فيها مجهود جامد جدا. فحاول تركز وتوفر طاقتك لحاجات المهمة. اتفقنا. اه حالا خاصر قراءة في هنا ارتباط. الناس اللي لسه ما ارتبطوش في ان شاء الله ارتباط نحو المستقبل. المرتبطين برضو بيتفقوا على حاجة مع بعض. عاديين ازا كافل تده بيتكلموا وبيحددوا مصير. في خسارة جاية بس ما تخافش منها. واتمنى تكون حاصرة وقعت قردي. اه لان في تحسن ما دي جامد قوي بعدها ان شاء الله. اه وهتتحسن اكتر كمان. يعني التحسن هيكون على مرحلتين مش مرحلة واحدة. اه في سفر ان شاء الله او تغيير بيت تغيير مكان. الحمدلله الحلاطفية عندك كويسة مستقرة ما فيهاش مشاكل. اه نكمل ما نزهقش على طول اولا ما نبدي الحاجة ونتحمس كده لا نكمل. اه ونخلي بالنا من الصورة الاكبر. خلي بالك من الصورة الاكبر. الحيرة اللي عندك دي بالنسبة للحالة المادية ما تحيرش نفسك قوي ان شاء الله هي هتتزبط لوحدها. هتتزبط لوحدها خلص. اه دي المرحلة التالتة القراءة العامة بتاعتها. تعال نشوف الحالة العطفية. تسعتاشر نوبمبر حبيبي ده التالتة. اللي احنا فيها دلوقتي. انا تالتة والطبق الاولى. ما فيش مشكلة يا نوح. امشي مع القراءة تنطبق عليك. لان مسافة شهر دي مش بعيدة على فكرة. يعني من اسبوع لاسبوع لاسبوع مش قصة. فممكن لو قراءة المجموعة الاولى انطبق عليكي اكتر. امشي معي. اه وربق لاو عمر حنكفيدي حاليا القراءة لحالة العطفية للمجموعة التالتة. ينة Ingredicions القوص الاية مننا موجود في الصفحة حبيبي شوفيه مسجل. اه يعني ايه شو يعني رايتين انت صرف بورجك والعزر ايه بزبت 27 عشرة دا 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 انت مضموعة اول حبيبتي القوس اتقال موجود الله ينور بشكرك يا حسن الشيخ بشكرك طيب اوكي فاتيمة بتعياتي ليه عايزة ايه حبيبتي اوكي هل يمكنك بشكك ماذا؟ بيرسز؟ كاميليا يمين بايسز؟ يمين بايسز لو اصدك على بورج الحوت؟ بايسز انت في الجزء ستجده في الفيديوز انا تفهمي حاجه ليه يا ميرا؟ قولي ليه حبيبتي افهمك ايه انت مش فهمونا فهمولك حالم مش فهم المدموعات ولا مش فهم الموضوع ككل اوكي طيب لغايت معاكي ولا ايه؟ قولي احط رد على كل اسئلتك ما تقلقش ايه دليل ورق ده؟ انا مش فهم ازاي بتعرفي و ايه الفكرة؟ طيب بص يا فؤاد هو ده موضوع يعني طويل قوي و متشعب جدا يعني الكروت من قديم الازل يعني موجودة من زمين جدا استعملها اليهود بت الاول زمين خاص بعد كده اخلوها الكميسة المسيحين استعملوها وليها مدارس بتتدرس الكروت دي متقسمة اراياتها لثلاث اجزاء انا هحاول اقوله باختصار جزء في علم نفس وفيه جزء ليه علاقة بالفلك وفيه جزء ليه علاقة بالطاقة بس الجزء الاكتر هو اللي هي علاقة بالطاقة الموضوع طبعا بيجي بالتدريب وبالتمرين متذاكر الكروت دي كويس جدا طبعا فيه نسبة حظ غير طبعية وقابل لصوب الخطأ مفيش كلام في موضوع ده لكن على حسب بقى الموهبة اللي تبقى عنده كل قارق فيه ناس القراءات بتاعته تظبط فيه حد الوقت لحد الوقت معي انا بتظبط فمعناه ان انا القراءة عندي واضحة الطاقة بشوفها واضحة كل الكارت بيقاليه معناه احنا لازم بنحفظ الاول حاجة في الاول كمو بتبقين بنحفظ معاني الكروت بعد كده احنا بمتدين شوف كل كارت رسالته ايه؟ من كده نقوله بس قادي كل الموضوع واسمها طبعا كروت الترو ومعروفة من زمان جدا كتير رايح هنام ليه كده يا رانا؟ حد ينام دلوقتي يا بنتي لسا بدلي دلو اهلا بيك يا صاحبة السعادة نورتي اللايب برج دلو اتقال خلاص موجود في الصفحة احنا خلاص اخر الشهر فقلت كل الابراج الدلو موجود فاضلي بس العزراء هيتقال بعد بكرة هتلاقيه مسجلة خلاص معي واتماني يعجبك طيب الحالة العطفية للمجموعة الثالثة والاخيرة برج العقرب طب مالك يا عقرب في ايه؟ لأ حقيقي مالك في ايه؟ العرب عايز ايه؟ عايز تطور مادي دلوقتي دلوقتي حاسس ان هو جوه عصفة عصفة في العلاقة ان هو الحب بايز العلاقة بايزة وانه الدنيا هو مجروح وانه هو خليه بالكو العرب برضو حساس قوي وبيفترض حاجات يعني ممكن تكون مش صحيحة على فكرة واعتقد ان هي مش صحيحة المرات دي اعرف عايز يخرج من حالة الجرح اللي هو في ده شايف شريكو ازاي؟ شايفو بيبعد بيبعد عنو سايب ومشي وبيبعد الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يحتفل معاك الشريك عايز لو انتو لسه ما نتبطوش عايز زواج كارت اصفر منور حاجة حلوة جدا يعني هو واحتفال يعني هو عايز حاجة حلوة جدا معاك ونفسه في ايه؟ عارفين نفسه يجيله تبلد وبيحارب الحرب كده وهو مش يعني يبين لك ان هو تمام بس شكله مش قادر شكلك ضغطه جامد يا عقرب بيقاوح عمالي يقاوح بيعافر معاك جامد وبيحاول يبين ان هو كويس بس هو انت مبهدله جامد شايفك ازاي؟ شايفك انت كمان بتهرب بتهرب ويعني مش عايز مش عايز تواجه ما بتواجهش افتكر انت معدكش كلام تقوله يعني انت لو هو واجهك قالك انت بتعمل كده ليه؟ هبقى معدكش ايجاب اصلا انت مش عايز انت بتعمل كده ليه؟ الطاقة ما بينكم عيلة جديدة او عيلة سعيدة بس هو عيلة جديدة لو انتوا لست مرتبطتوش اه لو انتوا مرتبطين فانتوا عيلة مطاربطة او عيلة سعيدة او حاجة حلو قوي ايه بقى اللي جاي بكل الحاجات دي؟ متاعب انتو الشهر ده في متاعب ودنيا كله بقى ايه؟ حزنان وحزن وحاجة يعني صعبة قوي بس في طاقة جديدة داخل الشهر اللي جاي ان شاء الله باذن الله طاقة امل وطاقة خير وطاقة رز وحاجة حلوة جدا ان شاء الله فيه تغيره هيحصل الشهر اللي جاي حصل حاليا كويس حصل ايه؟ البعد الانفصال الشهر اللي بعده هتبقى الدنيا ايه؟ طالع نازلة يعني هو شوية كده شوية كويسين مش فاهمش كويسين وده على فكرة ده حالي ناس كلها طيب انا شايفة والله اعلم يعني معرفش اذا كنت غلطانة ولا لا يا اقرب انت مزودها انت حساسيتك وقد انت مرهب بالاحساس قوي حساسيتك هي اللي مع عاملة المشكلة دي اوكي؟ شريكك انا شايف ان هو بيحبه جدا وانت كمان بتحبه جدا وما فيش داعي خالص لللي انت عامله ده يعني